اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دول قوية مثل كينيا التي احتلت المركز الثاني والجزار والتي اتت في المركز الثالث كما تفوق منتخبنا العسكري في سباق التتابع على كينيا صاحبة المركز الثاني واتلتها ايطاليا في المركز الثالث واكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمدال خليفة القيد العام قوة دفاع البحرين ان هذا الانجاز العسكري لمنتسبي قوة دفاع البحرين وثمرة الرعاية الملكية السامية دائما والمتواصلة لكفة الرياضيين من ابناء الوطن وحرص جلالته المستمر على مؤزرة وتشجيع الابطال والبطلات لرفع عالم المملكة بمختلف المحافل الخارجية واضاف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ان هذا الانجاز العالمي يبعث على الفخر والاعتزاز وهو يعكس المكانة المتميزة لمنتسبي قوة دفاع البحرين على المستوى الرياضي وما يتمتعون به من خبرات وامكانيات عالية سهمت في الحصول على هذه الغلة الوفرة من الميدليات في مثل هذا المحفل العالمي واثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي بذلها العداءون والعداءات ليعتلوا منصة التتويج بكل جدارة واقتدار ويبرهنوا على تطور منتخبين العسكري في رياضة ألعاب القوة والذي يعتبر امتدادا لإنجازات أم الألعاب مثمنا جهود الأبطال والبطلات والدور البارز للطواقم الفنية والإدارية كما أشاد معاليه بما يقوم به الاتحاد الرياضي العسكري في دعم لمختلف منتخبات الوطنية من أجل المنافسة على المراكز الأولى ورفع راية مملكة البحرين عالية خفاقة على منصات التتويج متمنيا أن يشكل هذا الإنجاز دافعا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا وقد أسفرت نتائج سباق ثماني كيلومترات للسيدات عن فوز منتخبين العسكرية المكون من وينفرديافي بونتو ريبيتو فيولا كيلونزو بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفرق وعلى مستوى الفردي أحرزت العداء وينفرديافي المركز الأول والميدالية الذهبية وظفرت العداء بونتو ريبيتو بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما حصلت العداء فيولا كيلونزو على المركز الثالث والميدالية البرونزية وحصل منتخب الرجال المكون من ألبرتروب داويت أداماسو برهان بيلو في سباق عشرة كيلومترات للرجال على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفرق بينما أحرز ألبرتروب المركز الثاني والميدالية الفضية وفاز داويت أداماسو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى الفردي وضمن منافسات سباق التتابع احتل المنتخب الوطني المكون من العداءتين تايجيست جاشاو ووينفر ديافي والعداءين بيرهانو وزهير عواد على المركز الأول والميدالية الذهبية